طيب هل مهم للكلم عن تاريخ مواجهة المنتخبين ولا دي بقيت حاجة مش مهمة دلوقتي يتطور أنا عايز أقول حاجة دايما دايما هي الصالح تاريخ المواجهات دايما لصالح منتخبنا ومنتخبنا كبير على فكرة منتخبنا في فترة من الفترات كان هو زعيم القارة الأفريقية إن شاء الله يرجع مع حسين حسن نواوي التوج بكاس النوم الأفريقية من جديد ويبقى على صدارة أفريقيا لكننا احنا لعبنا طبعا منتخب موريتانيا قبل كده أربع مرات نحن كسدنا طلب مرات وتعددنا في مرة لنا طبعا الأفضلية أن احنا سجلنا تسع هدف في مرموهم هم سجلوا هدف فإن شاء الله تكون الأولوية لنا الأغلبية للمنتخب مصر بس هل مزالت فكرة زي ما كان سؤال الشاز اللي بيتكلم هل فكرة مزالت تاريخ المنتخبات ده اللي بيحكم ولا إحنا عندنا أرض جديدة إحنا مش متعودين نلعب على تفتان الجو ظروف المباراة الاستاذ المليان التذاكر خلصانة يعني إحنا عندنا حاجات كسير جدا أعتقد أنها ممكن تفرق في سير المباراة أبوص حضرتك أنا ضد فكرة أن أنت تلعابي على التاريخ أو أن احنا نقوله أن احنا منتخب مصر احنا منتخب مصر كبير معترفين بكده ولازم كلنا نأكد على كده وجماهرنا وإعلامنا احنا كلنا خلف منتخب مصر لكن أنا قلت وبداية كلامي أن منتخب مورتانيا تطور بشكل كبير يعني بيحز وحز ومتخبات الأفريقية اللي كلها تطورت جهاز الطبي ليه يعني بيزحلق مثلا لا هو صعب في الالتحامات صعب في التمرير هيبقى صعب أنا طبعا ما لعبناش عنه طبعا كل اللعبتنا هنا على ملعبنا متعودين سواء اللعبة اللي بلعبه في الدورة المصر أو في الدوريات اللي هي في أوروبا أو في الخليج ما بلعبوش على إنجال صناعي الجهاز الطبي برقائة الدكتور محمد أبرال هتكلم على لعبة المتخب مصر أنه عايبقى فيه طريقة حتى السخوط نفسه أن اللعب لما يجي يقع يقع بطريقة صحيحة عشان يحافظ على ركبته يحافظ على إصابات شمية فيزيش يقدر الله إصابات أو فيه أزية إن شاء الله يخرجوا بسلامتهم الأول ده أهم حاجة وبالنتيجة اللي هي ترضي الشعب المصر كله النهاردة كابتر حساب حسن نتنين بنفس درجة الأهمية على فكرة أكيد اللي يهمنا أن منتخب مصر اللعبة ترجع بسلامة الله كويسين بدون إصابات ويهمنا طبعا أن منتخب مصر يحاق نتيجة كويسة جدا أعمال موريتانيا نارض طيب صلاح مش موجود ومصطفى محمد كمان مش موجود أنا بس يعني أنا مش لا يقل الكلام ده لا يقل من صلاح أو مصطفى محمد صلاح ده نجم كبير جدا مصطفى محمد طبعا مفهاجم مصر الأول لكن صدقني منتخب مصر مليء بالنجوم صلاح منتخب مصر دايما بعد خروج محمد صلاح نفسه تكلم مع العيبته لأنه كبتل منتخب مصر قبل خروجه قبل مغادرته المعسكر قال لهم أنا احنا وثقين فيكو جدا جدا عدم موجودي معاكو لا يقل من أنتو مش تقدروا تحققه المكسب على موريتانيا لا منتخب مصر قادر فيه لعيبة كبيرة جدا فيه شناوي فيه درامة ربيعة اللي هو مدافع ده هو الأفضل حالان في التصفات خلي بالك من الناحية الفنية فأنت بتتكلم برضو عمر مرموش اللي هو هدف الدور الألماني تتكلمي في تريزيجيه نتوقف عنده شوية عمر مرموش